معنا مشاهدين من برشلونة الصحفي والكاتب حسين الناجي سيد حسين أهلا وسهلا بك معنا بداية ما هي الأجواء العامة الآن عشية الانفصال في كتالونيا حقيقة الأجواء العامة أجواء مشتونة بالتوتر نتيجة تعنت الكتالونيين وبقاءهم واحتصامهم في مراكز الاقتراع حيث من ليلة أمس الجماهير الكتالونية تحتشل قرب مراكز الاقتراع وتحاول منع الشرطة من دخولها نعم على الهواء نسمعك تفضل أكمل والشرطة الإسبانية تحاول منع هؤلاء المحتجين من دخول هذه المراكز لكنهم خيموا في أبواب هذه المراكز ويحاولون إجراء الاستفتاء يوم غد بالإحالة القوة نعم إذا نعود سيد حسين إلى ذات السؤال الذي طرحناه ضمن التقرير كيف سيؤثر الانفصال إذا ما حدث على اقتصاد كتالونيا حقيقة التأثير هو سلبي على اقتصاد إسبانيا واقتصاد كتالونيا نعم انتحدثنا بالأول عن كتالونيا كتالونيا أعتقد أن صادرات إسبانيا تتجه باتجاه المنطقة الحرة وميناء برسلونة وكذلك الطرق البرية باتجاه فورنسا لو حصل الانفصال سوف تخسر كتالونيا هذه الميزة حيث بالإمكان استخدام طرق بديلة وموانع بديلة ومناطق حرة أخرى لنقل التجارة في ذلك سوف تخسر أعداد سوف تخسر موارد كثيرة كتالونيا نعم هذا بالنسبة لكتالونيا نعم هذا بالنسبة لكتالونيا ماذا عن إسبانيا ما تأثيرات الانفصال عليها صحة سيد حسين يبدو أن الصوت غير واضح تسمعوني سيد حسين يبدو أننا فقدنا الاتصال بالصحفي والكاتب حسين الناجي على العموم شكرا جزيلا لما أتحدثا عنه شكرا جزيلا لكتالونيا